شهر بعد شهر وثورة تشرين تمضي بشبابها وشاباتها والهمة تتصاعد والإصرار عال لتحقيق ما تبقى من أهدافها المرسومة على الرغم من زخم المواجهات والاعتقالات والاغتيالات من الذين لا تروق لهم أن الثورة تنجح ومع هذا الصور هي التي تتحدث عن نفسها لأن ما حصل هو ليس طبيعيا بل هو استثنائيا بكل المقاسات لأن المعركة غير متكافئة المعركة بين طرفين طرف لا يملك سوى الإيمان بالله وحب الوطن وطرف آخر يمتلك المال والسلطة والسلاح والميليشيات الخارج عن القانون وهو منتظم في منظومة فساد إذا ما زاحمته على السلطة فإنه يسحق كل شيء وانشغل على مدى 17 سنة في بناء هذه السلطة التي أقل ما يقال عنها أنها سلطة غاشنة انهارت في أول مواجهة لها وهذا الذي نراه اليوم القوى السياسية انفضحت وانكشفت وبانت عوراتها في هذه المواجهة لأنها لا تؤمن بالحق والحق بالنسبة إليها أن تكون عبداً تؤمن وتؤمن لها السلطة وهم يستنسخون تجارب قديمة راهنة عليها غيرهم يردوننا نلبس هاشمي وبمقرات الأحزاب ونهتف ها لأولاد ها والله يخل الرئيس والله يطول عمره ومع هذا لن تنجح هذه السياسة بالرغم من كل أدوات القتل والتهجير والعنف والاغتيال والاعتقال وغيرها الشعب اليوم في مرحلة تاريخية مهمة هنا يتبين السياسيون الحقيقيون الذين يعرفون أفجديات السياسة وبين الجهل والمراهقين السياسة قراءة والسياسة التعامل مع المعطيات كما هي في الأرض كثير ما ينتج عن السياسة من أزمات ولكن ينبري لها سياسيون يفهمون ويعرفون كيف يدير الأزمة والحلول الحقيقية التي يجب أن يفهمها السياسيون أن الشعوب عندما تثور كل السياسيون يقفون صاغرون أمام هذه الثورة وأمام أهلها لأن الثورة عندما تقوم وبالذات ثورة المظلومين فأنها بركان هائج يجرف كل من أمامه أما الذين يراهنون على الجهلة الذين يحملون السلاح بأنهم سيعيدون إنتاجهم من جديد إلى السلطة فليحظروا رقابهم أمام هذا الشعب الفائر الذين مع الأسف لم يكونوا ذات يوما ينتمون إليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر